امتبل بابا غنوج من الامتبلات اللي كتير مميزة بطعمه هي عبارة عن البتنجان المشوي والمقشر ومنفرمه على السكين وبينعمله خلطة من الخضرة المشوية وبينحطله البصل وبالعصير الليمون مفي قطيب منه انا بحب قدمه بهذه الطريقة يعني متابل البتنجان العادي بس امتبل بابا غنوج انا بحب حط عليه جوز رمان بقدونس رشة سماء كله هيدا بعزز الطعم وكل هيدا النكهات بتناسب الخلطة يلي احنا عاملين منا متابل بابا غنوج انا دايما مع المشاوي بحب اعمله احيانا بقدمه كطبلية يعني بكون المتابل بهيدا الطريقة بالنص وكل هيدا الاضافات على جنب وكل واحد بحط بصحنه على زوقه جربوه كتير طيب قدمته مع الكباب مع شقة في اللحم التكة كتير بناسب الكباب وتكة اللحم مع شاش طووق وعملتهم بطاطا المقلية وهيدا الخبز يلي فيها السلسل الحمرة مع معجون بندورة ودبس فلايفلي ولا اطيب من هيك عندي بتنجان مشوي كلكم تعرفوا كيف منشوي البتنجان اشرتو وفرمتو ع السكيني بهيدا الطريقة شايفين كيف قوامو هيك بدو يكون خلصنا البتنجان بهيدا الوقت انا عندي بصلي مفرومي مربعات صغيرة انا كد بالمقادير تحت الفيديو يعني بتنجاني كبيري عليها بصلي هيك حجم وسط بنفرومها مربعات صغيرة البصل زي ما هو بتفرم مربعات صغيرة وعندي حبت بندورة كبيرة من شوية على عين الغاز والفرن على الفحم متل ما بتكون والاضافة متبق البابا غنوج الاصل القديم بس بندورة وبصل وبتنجان انا بحب ضيفي عليه فلفل احمر حلو بيعطي طعم ونكهة كتير طيبة والبعض بضيفي فلايفلي مش مشوية الخضرة والبعض بحط هيد الحمرة المشوية بعد ما انا شويتهم وقشرتهم هون شايفين كيف عم نقشرهم ومنقشر الفلفل الاحمر الحلو منقشر البندورة وبعد ما اتأكد انو شلنا كل القشر الاسود منقطعهم هيك صغار بهايد الطريقة ومنبدأ نفرم المربعات كتير صغيرة شايفين كيف هيدا الفلفل الاحمر اشرت حبة الفلفل كلها ومنفرمها مربعات صغيرة ومنضيفها فوق البتنجان بعد ما خلصنا كل الحبات الفلفل هلأ نفس الشي بنعمل للبندورة اطعوهم هيك مربعات صغار اطيب يلي بدا تحط الفلفل اخطر حلو متل ما هو هيدا بيرجع لها بس انا ما بحب ضيفه زي ما هو خلصنا الفلفل الاحمر وهلأ منسكبوا كلهم فوق البصل والبتنجان افرموهم بهيد الطريقة نعموهم شوي رح نشيلهم ونحطهم فوق البتنجان والبصل كتير طيب هيدا المتبل يعني انتو عم بتشوفوا المكونات تخيلوا بس وتخيلوا الطعم وكل ما بات بالتلاجة كل ما كان اطيب فرمنا البندورة المشوية هو سر البابا غنوش بالبندورة المشوية اساسا يعني كانوا زمان الاهل والامايات والجداد بس يفروا يشوفوا بندورة ويشوفوا بتنجان ويفرموا بصلة ويخلطوهم مع توم والايمون وزيت زيتون وملح ويحطوهم بالصحن وعلوش زيت زيتون ويغمصوهم بخب الصاج مع الوقت انا بحبي يعني ضيفي علي في لايفلي وفي ناس بتضيفي في لايفلي اما الاصلي بندورة مشوية بتنجان مشوية وبصلة حطيناهم فوق بعض هيدا بحب التوم حطيت معلقة التوم مهروس صغيرة مليانة عصير من حبتين ونص ليمون تقريبا كترو هيك ليمون طيب كتير فيه ملح وزيت زيتون ومنخلطوهم ومنحطوهم بصحن التقديم هلا التزيين هيدا بيرجع لالكن انا بحبي كتير معو الجوز الرمان السماء هيدا اضاف البقدونس طبعا مش الكل بحط هيك يعني التزيين بالتقديم وهيدا الاشي اللي انا حطيتو بصحن التقديم زينتو بالبقدونس على الاطراف شايفين بهيدا الطريقة رشة ببري كحلب صغيرة لانا خشني عندي رح نبدأ هلا نوزع الرمان هيدا الجوز اول شي فرمتو ع السكينة ووزعتو كتير طيب الجوز معا انا كتير من عشاء المكسرات بالاكل اضافة الجوز اختياري بس بناسب هيدا الوصف كتير وكتير مميز بالطعام حطينا هلا الرمان يعني انتو شوفوا الالوان زي كأنها علم لبنان اخضر واحمر وابيض وان شاء الله بضلها العلم متل ما هو واحلى كمان حطينا الرمانات كان لازم اعمل بالبقدونس والرمان شكل الارض يلا المرة الجاية من زين على عالمنا اللبناني حطيت الرمانات زيت زيتون بحب كتير له زيت زيتون على الوش فكانوا الامهات والجدات ما كانوا يحطوا هيدا التزيين بس زيت زيتون وخلصنا ويخطوا معهم على الحقلة يغمسوه بخبز الصاج اصلا هنو بالحقلة كانوا يعملوا انا بحب هيك نقط ضبس رمان على الوش كانوا هنو عم بيقطفوا الزيتونات ويعملوا المونة يشول بتنجانة على الحطب يشول بنادورة ويفرمولة بصل ويعملوا مباشرة مع بطاطا مقلية على الحطب وكانت غدوة هنية وبتكفي مية رشة سماء بسيطة خلصنا متبلنا وعلينا وعليكم بالعافية وصار جاهز جربوه كتير طيب بهيد المكونات وبهيد الطريقة وهيدا الشكل النهائي للتقديم يعني لوحتوا على الصفرة ما تزيني صفرتك بشي بس زيني بها المتبل وهلا رح نعمل شوية حلوين لمتبل البتنجان العادي ما بدو شي هيدا ناس بتحط لبنة وناس بتحط لبن احنا متبل بتنجاننا بنشويها البتنجانة ومنقشرة ومنفرمها على السكينة بنحط لها معلقة توم مهروسة صغيرة عصير ليمون هيك حبتين ليمون زودو بيطلع طيب دايما البتنجان بحب الليمون طحينية شي اربع معالق طعام يعني حسب كمية البتنجان وعصرتها الليمون والملح وزيت الزيتون انا بحب حط لهم زيت زيتون بس منتا الى التصوير ما بيان معي ومنخلطهم كلهم سوا طبعا لازم تدوق الملح لازم تدوق عصرة الليمون التوم ومنحطهم بصحن التقديم وبيتزينوا بعد ما انا بحب خليهم بالتلاج دايما لوقت التقديم كمان امتبى للبتنجان لوحده وجبة حطيته هلأ بصحن التقديم قوامه ولونه وطعمته حموته ملوحته زيتات بجننه زيانتم بزيت الزيتون رشتها البابركة الحلبي وحبات الرمان والبقدونس ولا اطيب من هيك اشتركوا في القناة